أبرخنا الأول من أركان الإسلام تقول أشهد ما معنى أشهد أشهد أي أقر بقلبي ناطقاً بلساني عاملاً بجوارهي تشهد بماذا؟ أشهد أن كل ما عبد من دون الله عبادته باطل والذي يستحق أن يعبده الله أكفر بيمع ما عبد من دون الله وأثبت العباد الله وحده لا شريكنا تشهد أن يكون كل ما عبد من دون الله عبادة جانبها لا إله إلا الله وبنا هذا البنا يقوم على عموته إذن أشخطنا عموت شقطَ البنا الركن الأول هو أن تنفي يميع ما يعبد من دون إله تكفر بكل ما يعبد من دون إله الركن الثاني أن تثبت العبادة لإله وحدة لا شريكة و تشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله يعبد أي باشر عليه الصلاة والسلام و رسول الله يكذب عليه الصلاة والسلام تميز عننا بالرسالة اختاره الله سبحانه وتعالى فالذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أن محمد العبد والرسول و الذي يكذب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أن محمد العبد والرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به و نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به و نجتنب كل ما نحا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجعم ما نحا عنه النبي صلى الله عليه وسلم Lazarus وأن لا نعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نتبع ولا نبتدع في دين الله نبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام وهو أهم ركن في هذه الأركان الشهادتان والله أعلم إسلام إلا أنجو غرائم علي ون نامت تغرغم إتتو مخيم آية غرغم إدان أدبا شهادت سألتشى أفضل التالي نعم